بسم الله الرحمن الرحيم ألف لا راقلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة 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 انت رجل بلا السلطان وإلا فأنت والكهنة على حد سواء بلكم متشابهون فمتى ثنيت لكم وسادة الحكم اشبعتم بطونكم ورحتم تكنزون الدرهم والدينار لا تثريب عليك لقد فقدت ولدك الوحيد من غير ان تجد من يعينك في علاجه من مرضه لا ايستر الساحرة ولا عشتار الهة المعبد لا تلامن انت اعرضت عن الالهة جمعا لا شأن لي بعشتار الالهة العاجزة وجه كلامي الى الهك الذي لا يراه عانينا ما فيه الكفاية من الهة الحجر الجامدة ولا طاقة لنا بالاقبال على اله جديد لقد جاء حرس المعبد اهرب هيا اهرب من تلك الناحية اسرعوا ألقوا القبض عليه لا تؤذوه لا تدعوه يا هروم دعوه وشأنه اياكم ان يفر من بين ايديكم ارجوكم لا تؤذوه لولا انك صهر لبان الحاكم لعرفت كيف اؤدبك لا اخشاك لا انت ولا حراس المعبد اذهبوا من هنا كافاكم استماعا الى اراجيف ياقوب وترهاته تفرقوا الا ترون ان اراجيف ياقوب جلبت القحط واليباس الى مدينة نفدان انه محق هيا تفرقوا فلنذهب قبل ان يحل علينا غضب الالهة عشتار هيا بنا تفرقوا اشتركوا في القناة 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 فسيهلك زروا اهالي مدينة فدان اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اسفحان وايها الكاهل ارجوك اسفحان ارجوك ان ترحمنا اه اليكم عني لأي شيء اعاقب وأي جريمة اقترفت دعوني وشعني ابقوا لتحرصوا القطية ريثا ما أستطيع الأمر إليكم عني أرجوكم أن ترحمونا أنا لم أرتكب أي ذنب أتركوني الآن جاء يعقوب الراعي ابن شقيقة الحاكم لبان أعفوا عنا أيها الكاهن فالزوج لم يقدر بجرمة هذا جزاء الكافرين يا أهالي فدان أغيثوني أنا بريء لا بد أن يعقب فارس لا أنا بريء لا ذنبلي ارحموني يا أهالي مدينة فدان لم أرتكب ذنبلي أهالي فدان المتهم فارس يعد من أعداء عشتار لقد رجم إلهتنا عشتار بالحجارة ووصفها بالألهة التافهة وغير الجديرة بأن تعبن لذلك وجريا على تقليد أسلافنا في فدان لا بد من أن يرمى في النار بالمنجنيق أولئك المتطاولون على إلهتنا الكبيرة عشتار إليكم عني لأي شيء أعاقب لم أفعل سوى المطالبة بحقي يا أهالي فدان يا سكان هذه المدينة ارحموني يا لك من مسكين أنا بريء بلا ذنب ارحموني ارحموني يا أبناء هذه المدينة ما هو ذنبي لأي شيء سأحرق أنا بريء بريء إنه لم يرتكب أي ذنب ارحمنا أيها الكاهن الكبير ارحمنا أرجوك فهو لم يقبل في أي ذنب أنا بريء أيها الكاهن الكبير أنا بريء افضع عن الصياح الذي لا يجتي إما أن تدفع دية دمك وإما أن ترمى في النار لتحترق لا تحرقوا سوشي بالنار لا تحرقوا ارحموني يا أهالي مدينة فدان ما مبلغ دية دمه سأؤديها عن أتدفع ديته لا لا يحق له ذلك فهو نفسه من أعداء عشتار أنت من أعداء الآلهة وعليك دفع دية دمك إذن لما لا تلقون القبض عليه نحن معشر ورثنا هذا الصنف من العقاب أبا عن جد فجد إبراهيم النبي ألقي في النار ذات مرة بأمر من النمرود لو لقرابتك من الحاكم لكنت مسجونا منذ أمد فأنت صهر لابان وابن شقيقته هل تقصد أن المقربين من البلاط بمقدورهم أن يفلتوا من العقاب إنهم أهان آلهتكم؟ اقبضوا عليه وألقوه في النار كما ألقي جده من قبل إليكما عني أفلتاني ابتعدا عني يا قوم ما الذي يجري هنا؟ دعوه وشأنه وأطلق صراحة المحكوم فارس يجب أن يعاقب حينما يقول يعقوب إنه سيؤدي دية دمه لا يحق لك أن تحرقه لا تطلق صراحة يعقوب عليك أن تدفع خمسمائة دينار لقائدية فارس لا بأس في ذلك سأؤدي هذا المال قال يحفظ الله خالي لفان إلى متى يتوجب علي أن أراقبك مخافة عن تغطئ؟ الشكر لك يا سيدي شكرا جزيلا لك ماذا تفعل؟ أنا أشكرك سأجتهد في العمل عندك وسأكون خادما لك حتى أعوض عليك دية دم التي تكفلت بتأديتها لقد أنقذت أنا فارس لقد أنقذتنا من الموت هيا بنا هيا سأجتهد في العمل عندك وسأكون خادما لك لقد أنقذت من الموت لقد أنقذت من الموت لقد أنقذت من الموت لقد أنقذت من الموت إنه رجل طيب هذا المسكين لا يكف عن العمل تمر السنون وعشتار تلتهم الضحية والضحية من أهالي باب الوفدان لولا أن أباك لبان وصل لنجلتنا لكان أحرقك إلينا لابد لفارس بعد أن أنقذته من الموت أن يكف عن عبادة عشتار يصبح مؤمنا بالله تحول إلى التوحيد التوحيد أصبح مؤمنا في تلك اللحظة التي أنقذ فيها من الموت متى سيبصر وليدنا النور؟ قريبا يا نبي الله أنا أوانه أنا أتوق إلى ولد منك منذ أعوام وبمشيئة الله سأكافأ عم قريب على انتظاري التحية لإسردوم ومن معه التحية ليعقوب الراعي أنا أشكرك أرى أنكم تحملون الهدايا إلى معبد عشتار علينا أن نرضي الآلهة وإلا فلن نرى مطرا في عامنا هذا ألا تظن أنك وعائلتك أحوجوا إلى هذا التمر من الآلهة؟ ثم تمن يهين الآلهة فيثير غضبها ونحن المساكين ندفع ثمن خطايا الآخرين وهل تظن حقا أن المطر سينزل عند مشيئة الأوثان السخرية الجامدة في معبد عشتار؟ إن أراجيفك أثارت غضب الآلهة فأبعدت الغيوم الماطرة عن مدينتنا وديارنا كف عن توهين الآلهة يا يعقوب تتركون عبادة الله القادر المطلق وتعكفون على أوثان جامدة وعاجزة أنتم تظلمون أنفسكم لما لا ترون صحراء نفوسكم القاحلة بماء الإيمان العذب المنزل من عند الله الأحد؟ تتركون عشتار كبيرة يا عشتار كبيرة يا آلهة الخصم سأطهر معبدك بإهراق دماء أعدائك عسى أن تبعد عن ديارنا القحط واليباس وتنزل على أهالي مدينة حران مطر رحمتك يا عشتار العظيمة سأطهر معبدك بدماء أعدائك عسى أن تصرف عن ديارنا القحط وتنزل علينا ماء المطر بلطفك وحنانك سيدي سأطهر معبدك بإهراق دماء أعدائك ها هو يقف أمام المعبد عسى أن تبعد عن ديارنا القحط واليباس وتنزل على أهالي مدينة حران مطر رحمتك لكن لم أسمعهم جيدا يا عشتار العظيمة سأطهر معبدك يعقوب لن يكفى أصرف عن القحط وأنزل علينا ماء المطر عسى أن تصرف القحط عن ديارنا يا عشتار الكبيرة عاد يعقوب إلى أراجيفه أتمنى أن يبتلى بلعنة من عد الآلهة ماذا نصنع معه؟ استدعي لابان إلى هنا ودعي الباقي علي أسرع واستدعي الحاكم لابان أسرع واستدعي الحاكم لابان سيدي كبير كهنة معبد عشتار يدعوك لتنضم إليه في المعبد حالا وعلي الأمر مستعجل؟ نعم أيها الحاكم كفوا أيديكم عنه إن أنت سرقت مرة أخرى فسأقتلك جلدا بالصياط أعدك سيدي لن أصرق ثانية فكوا وثاقة أنت تعال معي يبدو لي أن للأمر صلة بيعقوب الراعي يعقوب يتحمل وزر أفعاله بنفسه لا شأن لي بذلك لكنه يقول أشياء بحق الآلهة التصدي ليعقوب مهمة الكهنة فليرد عليه كلامه وإن هم عجزوا عن ذلك فلاحق لهم أن يزعجوني آلهة الآلهة عشتار الكبير قد غاضبت علينا أرقحتا ويباسا وزرعا هالكا وموتا يحصد أهالي المدينة سيد الحاجة انتظر قليلا لأبلغ الكهنة بخدومكم لقد أثار غضب عشتار وهي لتقبل الكفر بمقامها لقد أثار أحدهم غضب عشتار هذا الذي أهن آلهتنا سيجاز عما قريب عشتار تطلب أن نقدم قربانها لابهن لما لا تحول بين ابن أختك وبين أراجيفه أنتم المولاجون بحفظ دين الرعية أنا لست كاهنا فليتحمل يعقوب وزر أفعاله لكنه ابن أختك وزوج ابنتيك مهمتي هي الحفاظ على الأمن والاستقرار ولست معنيا بما يفعله ابن شقيقتي عليك أن تمنعه عن الكلام اضطربت أحوال فدان بسببه وعليك أن تعيد الهدوء إليها أما قريب يلف مدينتنا القحط واليباس ويعقوب هذا هو سبب المصائب وكيف يعقل أن يكون يعقوب سببا لوفور النعمة وكثرة الأغنام في قطيعي ليصبح الآن علة القحط والبؤس في فدان من حيث أنه يجاهر بكفره بآلهتنا كفره بآلهة بابل ليس بجديد لماذا حينها في ذلك الحين كان يكتم معتقده لكنه أصبح يجاهر به إنه يسب عشتار جهارا نهارا على رؤوس الأشعاد يجب أن نشبره على التزام الصمت يجب نعم يجب لعلك نشيت لماذا نصبتك حكومة بابل حاكما على فدان بما أنك تعرف من الذي نصبني حاكما على المدينة فحري بك أن تعرف أني أتلقى الأوامر من حكومة بابل لا منك أنت ولا من معبد عشتار إذن فأنت لا تمانع أن نطلع الكاهن الأعظم في معبد عشتار ببابل على ما جرى ويجري سأكلم يعقوب بهذا الخصوص قل ليعقوب إنه إذا أصابني أو عائلتي سوء من ناحيته فسأحرقه وعائلته بالنار عن آخرين الجر الذي ينبح قبل أبيه وأمه سرعان ما يصبح صيدا سهلا للذئاب صن لسانك يا فتاة سأعفو عنك هذه المرة ولا عفو في المرة القادمة إذا تسبب اليباس بهلاك زرعي فلن أبقي يعقوب وعائلته على قيد الحياة وأنا فقدت الأمل بزرع عامنا هذا مرحبا يا أبي أهلا بقدومك مرحبا يا أبي أهلا بقدومك كبير مدينة فدان وحاكمها قد وجد متسعا من الوقت وجاء لزيارة ابنتيه ألن يكف يعقوب عن أفعاله ما الذي جرى يا أبي هل شك إليك كهنة المعبد أمر يعقوب مجددا هل تحملين الكهنة كل المصائب التي حلت بالمدينة وتبرئين يعقوب منها تعرف أن يعقوب لم يفعل سوى تبليغ رسالة وأداء التكليف الملق على عاطقه ما له لعقائد معبد عشتار المتوارثة إذا كان يود أن يحدث عن دين جده فليفعل وليبلغ عن دين جدي أنا أيضا ولكن إياه أن يهين عقائد سائر الخلق أنت مخطئ يا والدي لا يقبلون حتى أن يبلغ عن دين إبراهيم أبي يعقوب مأمور بالدعوة إلى التوحيد عقيدة أبيه إسحاق وجده إبراهيم وأنت مونج بحفظ الأمن لأهالي مدينة فدان عليك أن تشتغل بعملك عليه أن يشتغل بمهمته أنتما أيضا أصبحتما مثله تماما لو عملت أنا بمقتضى وظيفتي لأصبحتم جميعا منفيين إلى الصحارة أبي تعرف أنني وشقيقتي لي على دين زوجنا وسندعمه بكل قوة في دعوته إلى عقيدة التوحيد لقد أصابكم الجنون لماذا لا تهتمون بمكانتي هل تعرفون ما الذي سيحل بي إذا علم الكاهن الأعظم في معبد عشتار ببابل أن ابن شقيقتي يسفه معبده وآلهته أنا الذي سيلام إن قدرة إلهي يعقوب أوسع وأكبر من سطوة الكهنة لذا حري بنا وبك أن نخشى الله رب العالمين وليس الأصنام لا شأن لي لا بإله يعقوب ولا بآلهة الكهنة ما أقوله هو أن لا يسيء يعقوب إلى مكانتي في هذه المدينة ما الأمر يا رحيل؟ رحيل 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 ما بك يا ابنتي؟ ما هذا الشحوم؟ هذا أوان الولادة بل ها أحضر الولادة فوراً حاضر ساعداني فارس نعم يا مولاي اذهب إلى سهل جدون حيث يعقوب وقل له أن يحضر إلى هنا من فوره أسرع خذ فرسي ولا تماطل أنك هناك كذلك أصبح لا تعمل نعم يا مولاي الرعاء أدلاء القطيع والأنبياء أدلاء الخلق ولربما لأجل ذلك كان سواد الأنبياء من الرعاء وأنا نبي الله إسرائيل جئت بأولادي مع القطيع إلى الصحراء لكي يعاينوا كيف يكون الرجل هاديا لمن دونه فما بالكم يا بني إسرائيل تتفضلون فيما بينكم بالبطش والسطوة اللهم اشهد أني لم أؤدبهم على ذلك أبدا الرابح منا يكون كبير العائلة وخليفة الوالد قوموا انهضوا ابتعد هيا انهضوا خليفتي أنا وكبير عائلتي هو أقربكم من الله وأحبكم إليه وليس أقواكم أو أشدكم إبراهيم وأصحاق كانا خير خلق الله لا أشدهم بطشا ماذا هونيك؟ ماذا هونيك؟ أين ذهب أبونا؟ لا عليك اجمع القطيع سنعود إلى المدينة بلها؟ نعم هل رحيل درتك؟ أجل وهل أنتم متحبتان أم متخصمتان؟ كنا متحبتين حتى يومنا هذا يعقوب ورحيل كلاهما كان طيبا معي لكنهما لن يعيران أي اهتمام بعد اليوم فقد صار لهما ولد لا تتفوه بهذا الكلام يعقوب ورحيل ناس طيبون للغاية يعقوب يفرط في حبه لرحيل ولا ريب أنه سيفضلها على سائر أزواجه بعد أن أنجبت له ولدا وكم زوجا لديه؟ أربعة كل هنا زوجاته؟ لكنني ولايا وزلفة أصبحنا في مطاو النسيان أسرهي فإذا تأخرنا ألقع بالملامة كلها عليه لا أوافقك الرأي فيعقوب رجل عادل وحنون لو أنك استبدلت الحسد الذي في صدرك بقليل من المحبة فسترين كم أنه يحبك ويودك فليحيى الحاكم الأبان أبشرك بخير عميم أريد رحيل ووليدها سالمين لا دعيا للقلق أنا ولادة معروفة تتعررر سوى لا تقلقي يا رحيل إن الله رؤوف رحيل 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 غابت عن الوعي رحيل 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 لا لا أصدق لعل الآلهة غضبت عليها فحل بها ما ترون اهدأ منك تعال تعال احمل هذا الولد عني صلوا لشفاء خالتكم رحيل فدعاؤكم أسره من يستجاه لماذا لا تفعلون شيئاً؟ شكراً لحالك المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة ولن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا الناس تهمس وتلمس وتقول إن رحيل ابتليت بلعنة عشتر وسحر إستر لا بأس سوف نرى الآن يليا أيهما أقوى إله رحيل وابنها أم إلهة إستر؟ اعتنوا برحيل سأعود إلى أين تذهب؟ لا تتركنا وحدنا في هذه الحال قلت أهدأي أنا بحاجة إلى خلوة افعل كل ما ترغب به مع إلهك ولكني لا أستطيع الوقوف مكتوفة ليدين يجب التفكير بدواء أو بعلاج أو طبيب وأنا ذاهب إلى الطبيب أيطان إلى الطبيب الحقيقي كما أصبح بلاءا على أهل فدان كذلك أصبح على عائلتي ترى ما العمل معه ترجمة نانسي قنقر لما لا يرسلون في طلب إستر فهي قابلة معتبرة أنت محقة أيها القائد لبان أرسل في طلب إستر إذا جاءت فهي قابلة مقتدرة أيمكن لإستر ذلك؟ سأعطيها كل ما تطبه قل لإستر إن استطاعت إنقاذ ابنتي أعدها بأن أخرج يعقوب من فدان وأخلص معبد عشتار من شره هيا لقد ابتلي يا عقوب بلعنة آلهة بابل جزاء الكفر بعشتار أصبطي يا مرأة ها طهرنا كل يعقوب لما لا يطلب المساعدة من إلهه؟ لو كنت أنا مكانه وسط هذه الشدائد لما نسيت إلهي مطلقا السيد لبان هو من أرسلني وليس يعقوب لقد وعد إن استطعت إنقاذ ابنته أن يخرج يعقوب من فدان إنها فرصة مناسبة برأيي على أهل فدان أن يعرفوا حقيقة قدرة عشتار ومقدرات إستر ساحرة معبد عشتار إن القف حياة رحيل سوف يزداد إيمان أهل فدان بلا شك وسيطلق المكان بالزينة وموت رحيل له هذه النتيجة أيضا إذن دعها تموت عظيم إذن قولي هذا للناس قولي إن موت رحيل كان بسبب الكفر بعشتار قولي إن ذلك هو نتيجة عبادة الإله الواحد والاستهانة بقدرة عشتار ما أجمل أن يعطل المطر ثانية على فدان بعد أن تكون رحيل قد ماتت ترجمة نانسي قنقر إذا لم تستعد وعيها فسوف يموت الأثنان الدخان سيقتلها ولن ينفعها ترجمة نانسي قنقر ألاست تعلمين لا أريد معرفة نتيجة الأمر هل إله يعقوب سينتصر أم إله المعبد هذا واضح النصر سيكون حليف عشتار لبان ما الذي دعك لإزعاج في القدوم إلى هنا؟ يعقوب قال إن لديه إلها مقتدرا بلا نظير لما لا يطلب المساعدة منه؟ حياة رحيل بين يديك ساعدها لما كنا توقع أيها القوم بهذه السرعة أن يمد يعقوب يده لطلب المساعدة من معبد عشتار هذا تفكير عبثي وتصور باطل ما الذي جعلك تفكرين هكذا؟ سرعان ما سيكون هذا التصور واقعا وحقيقيا حين ترى موت زوجتك وابنك أمام ناظريك إن الحياة والموت بيد الله وليس في يد إيستر وعشتار أنا من طلب من إيستر المجيء رحيل في حال سيئة رحيل لا تحتاج إلا إلى إلهها هي أخرجي من منزلي أخرجي مهلا يا يعقوب أنا أكلمك قل تخرجي فينتهي أمر زوجتك وابنك الليلة فغضب عشتار بغير فناء عزيزيك لن يهدأ أبدا زوجتي رحيل لم تأتي بدعائك لكي ترحل بلعنتك يا أهدف الدان لا يرحم هذا نفسه ولا يرحمكم كفره سوف يجلب عليكم الشؤم والقعت وكذلك الموت لزوجاته وابنه عاجلا عاجلا سترى سحر إستر وقدرة عشتار سترى الويلات الويل لك انحل مكروء بابنتي هذا سترى الويلة سترى الويلة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة